أفاد مصدر رفيع المستوى أن القاهرة تصديف اجتماعات بمشاركة وفود من قطر والولايات المتحدة وحمس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطع غزة وأكد المصدر أن مصر توصل جهودا مكسفة مع جميع الأطراف لاحتواء الوضع في قطع غزة مشيرا إلى أن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة للعمليات الإسرائيلية وتبزل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة